أهلاً بحضراتكم بعد الفاصل أظن أنتم مستمتعين معايا كلام تسمعوه الأول مرة هنا على شاشة قناة النادي الأهلي في برنامج المجري استمبحنا دخلنا كده بقى في الذهب الأربع سنين ذهب وهو نادي الدرويش طبعاً نادي الدرويش الإسماعيلي كان معروف إن أول نادي حقق في إفريقيا أول نادي في مصر حقق بطولة إفريقيا اللي عندها أبطال الدولة سنة سبعين وواحد وسبعين أيضاً وكان نادي الإسماعيلي بيتمتع بكورة الجميلة اللي بتتلعب رحت نادي الإسماعيلي إزاي زي ما قلت لحضرتك كده أنا كان المفروض أن أنا كنت رايح نادي الزمالك جي كابتنا بورجيلا رفض نحن نبقى موجودين أنا وخميس جعفر فإحنا انتقلنا إلى نادي الإسماعيلي في الوقت ده عن طريق الأستاذ محمود أبو علي والمهندس إبراهيم عثمان طبعاً وكان في الوقت ده المهندس إسماعيلي عثمان رحمة الله عليه هو رئيس النادي مهندس إبراهيم عثمان ربنا نديله الصحة كان نائب رئيس النادي والمشرف العام على كرة القدم مظبوط كان مدير فني كابتن إسماعيل حب كابتن إسماعيل حب كان مدير فني خد لفترة ما خفتش وأنت رايح لإسماعيلي لا إسماعيلي إزاي تخاف إزاي ده ولا فرحان أنك راح تلعب فرقة بتلعب كرة تلعب كرة وفرقة كبيرة وفرقة لها اسم و والدولة الثالث الدائم فيه من أضلاع كرة القدم مصري طيب ما فكرت شيئا وأنت لما قالوك نادي الزمالك إحنا خلاص إحنا مش عايزينك وروح نادي إسماعيل دي أسرت فيك ولا أنت قلت بقى لازم أبني وراح بقى عاوز يعني مش أقولك بقى عاوز تقول مش عاوز مش عاوز تسميها الاسم اللي أنا عاوز أقوله ده عاوز أقول التحدي من عندك عشان تقول نادي الزمالك إن أنا هو اللي أنت وستغنيته عنه بص يا كابتن أنا شخصيا ما موفكرش في التفكير ده عادينا دايما حتى زي ما قلت الحقيقة أبويا علمني كده خلاص أنا النهاردة موجود في الشغلانة الفلانية الشغلانة دي خلصت أو مشيت منها أشو بالبعدة لأ أنا لازم أفكر في اللي جاي الواقع إيه الواقع إن أنا مش موجود في الشغلانة دي لازم أفكر في اللي جاي إيه طبعا أنا عندي مسئوليات وعندي 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 فبالتالي خلاص اللي فات فات أبقى أفكر فيه بعدين نعم لكن اللي جاي فأنا كنت دايما بفكر بهذا الشكل وبهذا الأسلوب مشيت من نادي الزمالك وخلي بالك برضو نادي الزمالك نادي كبير طبعا ما حدش يقدر يقال للمقيمة نادي الزمالك لكن في نفس الوقت برضو أنا يعني الموضوع ما كانش فارق معايا قول لأنه برضو أنت رايح النادي الإسماعيلي وبيني وبينك أنا دايما كان وجهتي الأولى والأخيرة هي النادي الأهلي والفترة دي كلها كانت وجهة أي لعف وجهة نظري هل أنت كنت بتجهز نفسك أنك رحت لعبت في الأولمبي وبعد كده رحت الإسماعيلي وبعد كده رحت اتحاد جدة كان فأنت حاطت في الاعتبار أنك هتروح للنادي الأهلي أحدى أمنيات أو الأمنية الأكبر وانت بخطط لنفسك كده ما فيش حد بيخطط طبعا إنما كل واحد دي تمحاطب أنا كنت ببص أنا عايز إيه قدام بقول عايز أروح للنادي الأهلي ونفسي ألعب في النادي الأهلي وكل حاجة ولكن لسه مجاش وقت لسه مجاش وقت طيب في الإسماعيلي رحت النادي الإسماعيلي أعدت أربع سنين حققت فيه بطولتين نعم بطولتين اللي هو دوري وكاس وعدت في الإسماعيلي أربع سنين بصي ونفسي وانت في الإسماعيلي هل انت بصيت كده عندما اجت معهم بسرعة ولا قلت لا ده أنا طموحاتي أكتر من النادي الإسماعيلي كمان لا لا النادي الإسماعيلي بالنسبة لي كان في مرحلة بناء فريق جديد اه فكان مجموعة اللعبة اللي موجودة الوقت ده كابتن عماد النحاس بركات كان سيد لسه جاي تقريبا سيد معوض سيد معوض كان الله يلحمه أيمن رمضان كابتن الفرقة في ذلك الوقت ومحمد غير طبعا النجم بقى محمد صراحة أبو جريشة ومحمد محسن أبو جريشة طلع علينا بعد كده اي كان الجمل معكم واسماء كبيرة والنجم الكبير كابتن أيمن الجمل واسماء كبيرة جدا دخل علينا بعد كده على المجموعة دي بعد كده عمر فهيم وعبد الحميد بسيوني وسعد عبد الباقي جم من المقاولين العرب والسنة دي اللي الإسماعيلي خاد فيها الدوري نعم لكن بداية السنة أو يعني بداية التسعة والتسعة والتسعة والتسعين كده كان وقتاكة كان موجود كان لسه جاي وكان خميس جعفر وأنا وسعد عبد الباقي خميس جعفر ده بديلك في كل حاجة بسم الله يعني ربنا يديه الصحة وصديق عمر ربنا يديه خليجه لبعض يا رب فكان مجموعة من اللاعبة جمدة جدا مين كان يتدربكم بقى الاول كان كابتن اسماعيل حفل انت قولتلي الكابتن اسماعيل وبعدين ميشي كابتن اسماعيل أو كمل شوية معه مدير الفني اسمه مصر ولا انا لا فييرا المدير الفني اللي كان اللي مسك الانبي من فترة ومشي ايو 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 فييرا ولا فريرا لا فييرا اللي هو يوسف فييرا ده هنجيه مسك الاسماعيلي خمس ستة مطشاط كده ومشي وبعد كده محققش محققش حاجة لم يحقق المراد يعني في الاسماعيلي في ذلك الواقع وبعد كده مسك حد تاني من ابناء النادي بعد كده جيه بقى ما بين الدورين طبعا كان معانا في الفترة دي او انا جيت عليهم كان خالد بيبو برضو نجمة كبير كان بتخالد بيبو طبعا كان موجود في النادي الاسماعيلي انا بس كل ما بتذكر يعني لا لا ما احنا كلها عاوضك تتذكر فهو